بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا بكم مجددا نستكمل الحديث حول حلقات ماذا تعرف عن التجويد تحدثنا سابقا عن تعريف التجويد وموضوعه واسمه وفي اللقاء الأخير تحدثنا عن أقسام التجويد وقلنا أنه ينقسم إلى تجويد عملي مقرؤ باللسان مسموع بالآذان وتجويد نظري مكتوب في الكتب حديثنا اليوم عن واضع التجويد من الذي وضع التجويد العملي ومن الذي وضع التجويد النظري في اللقاء الأخير في هذا الموضوع قلنا أن التجويد النظري الذي وضعه هم العلماء وأول من ألف فيه هو موسى بن عبيد الله الخاقاني كيف وضعوه في الكتب وكيف ألفوا فيه الكتب استنبطوا التجويد النظري من التلاوة العملية يعني مثلا تأملوا في أحوال النون الساكنة وجدوها تأتي في القرآن على أربعة أحوال فلاحظوا أنها تكون مظهرة في القرآن الكريم بأكمله إن أتى بعدها ستة حروف همز هاء عين حاء غين خاء فخصصوا لها قسم من أقسام النون الساكنة والتنوين ولقبوا بالإظهار الحلقي وجدوا أيضا أن النون تقلب إلى ميم مخفى إن أتى بعدها باء فأطلقوا اسم القلب أو الإقلاب وحرفه هو الباء فقط وهكذا وتأملوا في أحوال الميم الساكنة وفي حالات اللامات السواكن متى تظهر؟ متى تضغم؟ في الراءات؟ متى تفخم؟ متى ترقق؟ وخصصوا لكل حالة ولكل حرف ولكل حكم من هذه الأحكام بابا في الكتب ولقبوه بإسم معين كلامات السواكن، الراءات، باب الروم والإشمام إلى آخر من أحكام التجويد لذلك نقول أن التجويد النظري لا غنى له عن التجويد العملي فأصلا النظري بني على أساس العملي فمن الذي وضع التجويد العملي في القرآن الكريم؟ من الذي وضع في القرآن هذه الطريقة وهذه الآلية في نطق الحروف؟ لماذا لم يقرأك أي كتاب عادي جدا؟ هكذا مثلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإنما قرأه هكذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين من الذي وضع في هذه الآلية في القراءة؟ هل هو الله عز وجل الذي أنزل القرآن فهو الذي وضع فيه التجويد؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا القرآن بهذه الطريقة؟ في الحقيقة الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن وهو الذي وضع فيه التجويد وهو الذي أراد أن يقرأ ويتلى بهذه الكيفية وذلك حقيقة أو النبي صلى الله عليه وسلم مجازا؟ لأننا استمعنا للقرآن متلوا ومقروءا بالتجويد من فم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه مجودا إلا لأنه أنزل عليه من رب العزة مجودا بواسطة جبريل عليه السلام الذي قرأه على النبي أيضا مجودا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إذن القرآن هو كلام الله وهو الذي قاله جل في علاه وهو الذي أراد أن يقرأ بهذه الكيفية ما هو حكمه؟ هل هو فرد أم سنة؟ حكمه أنه فرد عين أي أنه فرد على كل مسلم أن يتعلم كيف يتلو كتاب الله عز وجل على الأقل الفاتحة وبعض السور القصيرة حتى تمكن من أداء الصلوات الخمس إذن التجويد العملي المقروء كيفية القراءة هي فرد عين على كل مسلم وهناك من فصل فيها فقال تجنب اللحن الجلي يعني التشكيل الأخطاء في التشكيل أو الأخطاء في تبديل الحروف أو إنقاص حروف أو إضافة حروف هي فرد عين أما اللحن الخفي يعني المد، الغنة، الصفات فهذا مندوب يعني أهم شيء للمسلم والمسلمة أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله عز وجل بدون أخطاء جلية يعني بدون أن يجعل الفتحة كسرة أو الكسرة ضمة وبدون أن يسقط حرف المد أو يبدل الضاد بضاء أو الذال بزاي أو الثاء بسين أو القواف بغين وبدون أن يحول الحركة إلى حرف مد هذه أخطاء جلية على الأقل نصحح هذه الأخطاء هذا فرد عين أما التجويد الدقيق فبعض العلماء قالوا أنه مندوب في حق المسلم وطبعا الأجمل والأفضل والأكمل أن نتعلم كيف نتلو كتاب الله عز وجل بطريقة صحيحة ومتقنة طيب أما حكم تعلم التجويد النظري المقرؤ في الكتب، التعريفات، الحروف، المسميات، المصطلحات، الأقسام، هذه فرد كفاية إذا تعلم البعض التجويد النظري سقط عن الآخرين إذن التجويد العملي هو فرد عين على الجميع أما التجويد النظري ليس فرد عين وإنما فرد كفاية إن تعلمه البعض سقط عن الآخرين طيب من أين أخذنا هذا التجويد العملي المقرؤ باللسان؟ استمعنا له من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرأه على الصحابة والصحابة قرأوه على التابعين ومن التابعين لتابع التابعين إلى القراء حتى وصل إلينا فنقلت إلينا الآيات كما هي ونطق الكلمات كما هي ونطق الحرف الواحد بالحكم التجويد الذي فيه كما هو وحركة كل حرف كما هي بل والجزء من الحركة كما هو كالروم والاختلاس مثلا فلم ينقل شيء في الكون بتمامه وكماله كما نقل القرآن إلينا محفوظا بعهد الله عز وجل كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن القراءة التي يقرأ بها القرآن اليوم هي كما أنزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان درس اليوم أتمنى تكونوا استفدتم المرة القادمة إن شاء الله نتناول نقطة أخرى ومسألة أخرى للمناقشة ومنها لماذا أنزل الله عز وجل القرآن العظيم مجودا ولماذا أنزله باللغة العربية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته